بمناسبة برضو المستجدات لأن كتير كان فيه ناس كتير الفترة الأخيرة وبرضو نفس الكلام اللي كان بيحصل فيه ما يتعلق بأسماء المخترحة للمدير الفني المرتقب أو الجديد للنادي الأهلي نفس التكهنات اللي أغلبها كان مش مصبوط كمان حصل مع اللعيبة سمعنا في الأيام الأخيرة فلان حينضم فلان مش حينضم حاجات زي كده من ضمن الناس اللي انضموا وبشكل رسمي وتحديدا من بارح الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أعلن عن انضمامه هو شادي حسين مهاجم سيراميكا كليو فترة اللي انضم أخيرا إلى صفوف النادي الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة إن شاء الله وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللعب وكمان مع نادي سيراميكا كليو فترة أكيد كل ده كان بيحصل بالتنصيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأيضا المشرف العام على الكرة بنتمنى له أكيد كل التوفيق إن شاء الله نشوف منه الأداء اللي يرضي جماهير النادي الأهلي إن شاء الله الفترة الجاية بص الشيدي يا كريم من اللعيبة اللي فعلا أنها مش كبير أبدا وفي نفس الوقت زي ما تقول كده عنده بوتانشل حلو قوي وعنده بيز حلو قوي كمان يعني بيز قوي وعارف أنت اللعب اللي هو تبصلي تقول اللعب ده ممكن معه اللعبة برضو تاني معلش هواحنا مش بنبالغ لما بنقول حاجة زي كده نداء الواقع والكابتن وطبعا والمدربين والناس كلها اللي كانت في مجال القورة أو في هذا الفيلد يعني أقتلعيبة فاهمين إحنا بنتكلم في قصة إن انت تبقى لاعب وبعد كده تشوف بعينك في حد ممكن يجي منه وفي نفس الوقت مع النادي الأهلي لأن اللعب في النادي الأهلي غير ممكن حد يبقى متقلق مع النادي بتاعه جدا يا كريم يلعب في النادي الأهلي ما يزهرش يعني شفناها كتير أنا برضو مش عايز أقول أسماء عشان ما حادش يزعل يعني خلاص مش مشكلة الأسماء بس ناس كتيرة ولعبة كتيرة جات في النادي الأهلي مكانها ما جاتش والعكس صحيح فيه ناس جات تقلقت جدا لما كان اختيارها صح فلا إن شاء الله شادي يكون عند حسن ظن الجماهير لأن ده لاعب فعلا واحد جدا والناس كتير جدا كمان عن السوء الشخصي بتشكر فيه فإن شاء الله يكون قد هذه المهمة الصعبة خلينا نقول برضو